هل ممكن حد يقول إن خلية الـ DNA دي اللي تحتوي على كل المعلومات الهائلة دي اتعاملت بالصدفة؟ والمعلومات داخلت جواها من غير علماء عباقرة قدروا يعبوا كل المعلومات دي داخل الـ DNA؟ طب إيه رأيك إن العلماء دول مخترعوش أي حاجة؟ دول مجرد قلدوا شريط الـ DNA الموجود داخل الخلية الحية في جسم الإنسان واللي قدروا أخيراً يقروا المعلومات اللي عليها في 2003 يعني من حوالي 10 سنين بس الدين إيه مش مجرد كمان معلومات مخزنة؟ لا ده إذا تزرع في الخلية الحية يستطيع إن يحول المعلومات دي إلى كائن حي ده اللي خلى ملحدين كبار زي أنتوني فلو وستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد اللي ألحد بسبب أعماله وكتبه آلاف الناس يديهم كلهم مقلب في 2004 ويكتب كتاب هناك إله There is a God ويعلن إنه أصبح يؤمن بوجود الإله ده اللي خلى ملحد فظيع زي فرانسيس كولينز اللي هو مدير مشروع الجينوم البشري اللي هو مشروع فك شفرة الـ DNA كان من أكبر الملحدين خلىه يعدل عن إلحاده ويصبح مؤمن شديد الإيمان بوجود الخالق أصبح يؤمنه بوجود الخالق الخالق اللي قام بتصميم الإنسان تصميما عبقريا زي ما هم بالزبط وصفوه ولا يمكن إنه يؤمن الإنسان إن ده جي بالصدفة الصدفة والعشوائية لا يمكن تصنع هذا ممكن إزازة حبر تكون على مكتبك وتقع على الأرض تنزل على ورقة بيضة ترسم شكل بالصدفة ترسم شكل قطة مثلا بالصدفة لكنها عمرها ما هتكتب اسمك سلاسي وتقولك أول ما توصل اتصل بزوجتك لأنها اتصلت بيك قبل ما تيجي الصدفة والعشوائية ليها حدود لا يمكن أجيب شوية بلاستيك وحديد وحتة زجاج مدورة ورجوهم مع بعض يعملوا ساعة هناك علم ومهارة وتصميم في الساعة دي ده ده اسمه النوهاو أو المحتوى المعرفي وعالم كبير من علماء الفيزياء النووية في جامعة من أكبر جامعات العالم وهي الـ MIT جامعة أمريكية اسمه جيرالد شرويدر عمل عدة تجارب على العشوائية وجاب مجموعة من الأرود وسابهم يضربوا على كيبوردات ولوحات مفاتيح بتاعت كمبيوترات عشان يشوف بعد مدة قد ايه ممكن بالصدفة واحد فيهم يكتب بيت واحد من أبيات قصيدة الصناتة بتاعت شيكسبير ولكن ولا إرد كتب ولا كلمة مفهومة وأقصد بولا كلمة هو حرف A لأن في الإنجليزي حرف A كلمة إذا كان قبله مسافة وبعده مسافة ولا إرد عمل مسافة A مسافة والحسابات اشتغل وشاف ايه هي فرصة ان بيت واحد من قصيدة شيكسبير يتكتب بالصدفة لا الاحتمال هو عشرة قص ناقص 690 يعني واحد على عشرة جنبها 690 صفر عدد جسيمات الكون كله إلكترونات بروتونات نيوترونات عشرة لأسة 80 يعني عشرة جنبها 80 صفر يعني لا توجد جسيمات كفاية في الكون كله تكفي التجربة عشان يكتب بيت واحد بالصدفة بعشوائية القرآن بيدعوك للتفكر في إمكانية الصدفة وبيقولك أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ كيف يكون كل ده بالصدفة بدون نصمم يصمم؟ يقولك القرآن صنع الله الذي أتقن كل شيء كده إحنا أثبتنا أنه لا يمكن وجود الكون بدون موجد في حاجة اسمها البرهان بالترك يعني في حالة وجود احتمالين ما لهمش تالت عشان تثبت احتمال منهم ينفع يكون بنفي الاحتمال الآخر يعني إذا كان مثلا أنا ليه احتمالين إما إني موجود أو مش موجود لو أثبت أن أنا مستحيل أكون مش موجود يبقى أنا أثبت أن أنا موجود إحنا أثبتنا أن الكون لا يمكن ما يكونش له موجد ده معناه أن الكون لابد يكون له موجد ترجمة نانسي قنقر